هذا وقالت وكارة نقابة الغاز في محافظة تعز إن هناك عجزاً في حصة المحافظة من الغاز يصل إلى 50% جاء ذلك خلال مؤتمر صحفياً نظمته النقابة أوضحت فيه أن العجزة وصل إلى 72 مقطورة شهرياً أي ما يعادل 864 مقطورة في السنة وأشددت النقابة على ضرورة تزويد مدرية الريف المدينة بتاعز بكمل حصصها منوهة إلى أن العجزة أثر بشكل كبير على السكان وطالبت أن نقابة المجلس الرئاسي والسلطة المحلية وشركة الغاز صافر بتزويد المحافظة بحصتها وعدم التلاعب بها إلى ذلك انتقد مشاركون في المؤتمر عمل وكلاء الغاز مشيرين إلى أنهم سبب في معاناة المواطنين بسبب التلاعب بمادة الغاز المنزلي مطالبنا أولاً بتوفير الغاز محمد فتا عز حسب الكثافة السكانية الموجودة كون العجز وصل إلى 50% مديرية المدينة ومديرية الريف مديرية المدينة حصة في الأسبوع 18 مقطورة والآن الذي وصل تسع مقطورات يعني بنقص تسع مقطورات يقارب 20 ألف ستواناً أسبوعياً وهذا العدد كفيل بإغراق المحافظة بأزمة خانقة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك لذلك نحن نطالب من القيادة السياسية ممثلة بالدكتور رشاد العليمي والدكتور رئيس الحكومة محين عبد الملك ورئيس مجلس النواب السلطان البركاني الذين هم مهم على رأس هرام السلطة ومن أبناء هذه المحافظة بأن يوقهوا بزيادة حصة محافظة تعيز وترحيل الحصة أولاً بأول اليوم شاركنا في المؤتمر لنقابة الغاز طرحناً أسئلة مهمة من الشارع بحيث نتحدث عن سبب انتشار السوق السوداء غياب الرقابة الشفافية عدم وجود الأرقام الحقيقية لعداد السلطان الغازة التي تدخل تعيز أو مستحقم تعيز كذلك القيمة السعرية للسلطان الغاز وانتشار السوق السوداء بشكل مخيف جداً كذلك طرحنا أسئلة أن هناك تم تعيين دباب غاز خاصة بالمواطنين ولكن نجد هذه السلطانات لدى الدبابة والباصات كذلك عند أصحاب المطاعم هناك أسئلة كثيرة كنا نتمنى أن تكون الشركة الغازة موجودة لنطرح سئلتنا ونتجيب أيضاً على الوكلاء الذين يشتكون كذلك من الشركة الغازة التي تماطلهم ولا تقوم بإيصال المستحقات الدفع المستحقات للسلطان الغازة التي تعز